رفع حجم الإنتاج وترخيص بالتصدير أهم شروط المصنعين الدوليين أكد إسماعيل ريزوق زغلاش مدير تطوير مبيعات قطع الغيار علامة إيفيكو الإيطالية بالجزائر أن الشركات الإيطالية مهتمة بالسوق الجزائري التي ترى فيها سوقا واعدا من حيث الطلب ومن حيث الموقع الجغرافي والاستراتيجي في منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا وقريبة أيضا من إيطاليا لكنها تنتظر تحفيزات من السلطات الجزائرية تضمن لها شراكة رابحة وأشار الزغلاش في تصريح لجريدة المساء يوم 3 أوت 2022 بعد إعلان رئيس الجمهورية عن وجود نية لإقامة شراكة في مجال السيارات والميكانيك مع إيطاليا خلال اللقاء الإعلامي الأخير إلى أهمية استغلال العلاقة السياسية الجيدة بين الجزائر وإيطاليا لتعزيز الشراكة الاقتصادية في مختلف المجالات بالاستفادة من الخبرة الإيطالية كبلد معروف ورائد من حيث النسيج الصناعي في عدة مجالات خاصة ما تعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وأضاف بأن إيطاليا معروفة من ناحية الصناع الميكانيكية بما يمكن البلدين من تطوير شراكتهم وفق مبدأ رابح رابح في ظل وجود إرادة سياسية من الطرفين من جهة وبحكم استغلال بعض العوامل المشجعة كقرب المسافات بين الجزائر وإيطاليا التي تسمح بتقنيل تكاليف اللوجيستيك من جهة أخرى وهي كلها عوامل تساعد على تطوير الحركة التجارية والاقتصادية وأفاد ممثل العالم الإيطالي بأن الاستثمار في مجال الميكانيك والسيارات يعد موضوعا بسبب بعض العراقيل التي يعرفها محيط الاستثمار ما يتطلب حسبه منح امتيازات من شأنها تحفيز المستثمرين الأجانب وتقديم ضمانات بتحقيق شراكة رابحة مؤكدا على ضرورة تسهيل إجراءات منح العقار الصناعي ومنح تحفيزات جبائية وإزاحة العراقيل البيروقراطية والالتزام برفع حجم الإنتاج والتوجه للتصدير وكذا مراجعة نسبة الإدماج التي كانت تشترط من قبل لجعل المستثمر الأجنبي يختار السوق الجزائري على الأسواق الأخرى التي تمنح هذه التحفيزات كدول الجوار التي تمكنت من تطوير صناعة قطع الغيار وتركيب السيارات وتوجهت للتصدير وأضاف زغلاش أن من بين أهم الشروط المصنعين الدولين قبل الاستثمار في أي بلد هو إقناع البلد الشريك على رفع حجم الإنتاج والترخيص بالتصدير باعتبار أن الطلب الوطني لوحده لا يعود بمردودية كبيرة مشيرا إلى أن عملية تركيب السيارات تتطلب وقتا كافيا لتوسيع الاستشارة والتحضير الأرضي اللازمة لذلك وبإحصاء كل الإمكانيات الموجودة ووضع قاعدة بيانات للمناولات المحليين لمعرفة نسبة الإدماج التي يمكن اشتراطها تفاديا للوقوع في الأخطاء السابقة ويتوقع ممثل العلامة الإيطالية لصناعة المركبات وقطع الغيار بأن تعرف السيارات السياحية الإيطالية في حال تصنيعها بالجزائر إقبالا من طرف المواطنين رغم العلاقة التقليدية للجزائريين مع العلامات الأوروبية وخصوصا العلامات الفرنسية موضحا أن العلامات الإيطالية قادرة على المنافسة خاصة من حيث علاقة النوعية بالسعر شريطة الالتزام بتوفير قطع الغيار وكل خدمات ما بعد البيع ووضع شبكة وكلاء مهتمدين تقدم خدمات ذات نوعية بمختلف مناطق الوطن وذكر زغلاش بوجود علامات إيطالية في متناول الطبق المتوسط وأخرى موجه لذوي الدخل المرتفع وفي هذا السياق أشار محدثنا إلى تمكن العديد من العلامات الأسيوية التي لم تكن معروفة في تسعينيات القرن الماضي ببلدنا من منافسة العلامات الفرنسية التي ظلت تحظى بحصة الأسد في السوق بحيث احتلت السيارات اليابانية وكوريا الجنوبية مراتب متقدمة في قائمة مبيعات السيارات في السنوات الأخيرة الأمر الذي يمكن كما قال العلامات الإيطالية من اقتحام السوق الجزائري بأرياحية وفي رده عن نفور بعض الجزائريين من إحدى العلامات الإيطالية للسيارات السياحية وهي فيات التي كانت تستورد في السنوات السابقة فأرجع زغلاس ذلك ما سماه بالاعتقاد الخاطئ حول رداءة نوعية هذه السيارات إذ يظن أغلب الجزائريين بأنها مصنوعة من الحديد المسترجع الذي يقاوم الصدق موضحا أن الشركة الأم تخلت عن استعمال هذا الحديد منذ عدة سنوات وباتت تنتج سيارات صلبة وذات محرك قوي وبأسعار في متناول دوي الدخل المتوسط الذي يعاني حاليا من الاتهاب أسعار السيارات أما فيما يخص باقي العلامات الإيطالية الفاخرة والفخمة مثل ألفا روميو فيار الزغلاس إمكانية تسويقها ببلدنا بحكم وجود فئة قادرة على اقتنائها مدام العلامات الألمانية مثل مرسيدس وأوديو وبيام دابليو تمكنت من إيجاد مكانة بالسوق الجزائرية أما فيما يتعلق بالمركبات النفعية والمركبات الوزن الثقيل مثل إيفيكو فقال محدثنا أن نوعيتها لا غبار عليها ويمكن تركيبها ببلدنا بعدما بيّنت تجربة استرادها نجاحا كبيرا وإقبال من طرف كبرى الشركات الوطنية للأشغال العمومية التي تقتنيها عن طريق المناقصات الدولية بفضل قوة محركها ونوعية هيكلها وتختارها من ضمن عدة عروض تقدمها كبرى الشركات العالمية الأخرى كما قال تجدر الإشارة إلى أن العلامات الإيطالية تمثل حاليا نسبة 8% في السوق السيارات السياحية والنفعية ببلدنا التي تعرف تنوها لعدة علامات أجنبية كانت تستورد قبل توقيف الاستيراد سنة 2014 وفي الأخير ما رأيك بالعلامات الإيطالية وهل ستنجح في السوق الجزائرية شاركونا رأيكم في خانة التعليقات سلام